استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى رئيس مجلس العائلة المالكة حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء هذا اليوم في قصر الاسخير أعضاء مجلس العائلة المالكة الكريمة وذلك للسلام على جلالته حيث رفع الجميع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة خالص التهاني واطيب التبركات والتمنيات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم معربين عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تحقق للمملكة وشعبها الكريم من إنجازات كبيرة في جميع الميادين والتي جعلتها تحظى بمكانة رفيعة ومتقدمة بين دول العالم بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى ونهجه السديدة وأعربوا عن اعتزازهم بجهود جلالته الهامة والتي تهدف إلى تطوير علاقات المملكة مع سائر الدول الشقيقة والصديقة وترسيق مواقفها المشرفة في المحافل العالمية بالإضافة إلى تعزيز دورها الريادي في محيطها العربي والدولي دعينا المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته ويسدد خطاه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد لمؤاصلة قيادة مسيرة النهضة المباركة التي تشهدها المملكة في عهده الزاهر وقد رحب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بالجميع وباد لهم التهنئة بهذه المناسبة العزيزة معربا عن شكره وتقديره على مشاعرهم الوطنية النبيلة ودعواتهم الطيبة وأكد جلالته أن المملكة ماضية على طريق البناء والتنمية بخطا واثقة وتفاؤل نحو المستقبل بما يرسخ نجاح مسيرتها وتقدمها ويعزز إنجازاتها ويحافظ على مكتسباتها الحضارية